موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم السبت عشري شباط الملفات بلبنان عقد ما إلى حل والملف الرئاسي أبرزة تقرير مع الأزم الصحية اللي عم بيعاني منها المواطن شهر يار عم تحتفل بعيدة سنتين مع شاعر شوء بزع وغيره من التقرير رح منكون على موعد معه أما تجوفنا لليوم فهنا روجات ظهرية لا نحكي معه عن نشاطات المنتدى الثقافي والفني والإعلامية ويدات حجاج لا نحكي معه عن مسيرتها الطويلة بالإذاعة اللبنانية إنما البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الإرصاد الجوية اليوم معنا أستاذ حسان المصري صباح الخير صباح النور كيفك؟ الحمد لله ما في الحاجة يعني حسينا التقس قدي فرق من مبارح لليوم مضبوط مثل ما قلنا كان فيه أيام يعني ثلاثة أيام ما بعرف شوب وفي ناس فكرت إنه خلص يمكن ما باع نشوف شتا أكيد الحرارة نزلت بشكل سريع مبارح اليوم أبرد ومن مساء اليوم طبعا هنشوف أمطار يعني رجعنا لطقس شتوية نعم طبعا اليوم مساء يمكن تبدأ تتأخر شوي لبعض نص ليل بكرة أكيد أمطار حتكون غزيرة ببعض الأحيان وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط للتلوج على ارتفاعات 1900 متر وما فوق نعم طبعا هيدا بتأثير المنخفض الجوي اللي بلاش يأثر علينا ابتداءة من عصر مبارح منخفض جوي تيمة شو اسمه؟ تيمة تيمة ايو وطبعا هيدا بيستمر فينا نقول أحد تنين والانحصار بيبدأ من مساء نهار التنين يعني التنين كمان رح يكون شتة؟ التنين شتة وتساقط للثلوج على ارتفاعات 1800 متر وما فوق اوكي درجات الحرارة اليوم للتنين؟ درجات الحرارة اليوم المناطق السحلية عم تراوح من 10 ل 23 درجة مئوية بالمناطق الجبالية من 8 ل 17 بمناطق الأرز من 2 فوق السفر ل 12 وبمناطق الداخل من 6 ل 18 درجة نعم بكرة وقت تنخفض؟ بكرة حتكون الحرارات عنا مبدئيا من 9 ل 22 درجة مئوية بالمناطق الجبالية أبرد أكيد من 6 ل 15 وبالقارس حنوصل بكرة للسفر ل 6 درجات يعني مبدئيا تلج فوق يعني نرجعنا للشتوية؟ مظبوط، فينا نقول 3 درجة مشتوية حلّة، حلّة وقتها أصلاً طيب، نحن بكرة نحكيكم باتصال جديد ونتمنى لك نهار حلو مرسي، لقلكم كمان صباح الخير بيرات صباح الخير جوال لقلك ولكل المشاهدين جولة على عناوين صحف بيروت لصباح يوم السبت، منبدها هلّا موسيقى جولتنا منبدها مع عناوين صحيفة النهار صدمة جراحية أم بداية إجراءات متدحرجة لبنان يصابق أخطار حصار سعودي خليجي الحريري في بكركي وطرابلس وكليمانسو لا خيار إلا الانتخاب أزمة النفايات إلى نقطة الصفر والكتائب تقاطع استماع اللجنة اليوم بعناوين النهار، واشنطن وموسكو تفضلان البدء بوقف نار تدرجي في سوريا أكراد الداخل لا سوريا وراء هجوم أنقرة وأردوغام صر على اتهام وحدات الحماية وختيما أكثر من أربعين قتيلا في غارة أمريكية على مقر لداعش في ليبيا من صحيفة النهار إلى عناوين صحيفة السفير السعودية تسترد ملياراتها ابتزاز سياسي مكشوف فضيحة عمولات لمسؤولين لبنانيين بقيمة 47 مليون دولار قبل الإلغاء فلسطين ثلاثة شهداء حكومة الوقت المهدور تغرق في مطامر نفاياتها هيئة الاستشارات تصرف 33 مليون دولار لسوكين وبالعناوين الأخرى بصحيفة السفير كريء يتعين القيام بالكثير لوقف النار السورية الجبير يريد تسليح المعتدلين بصواريخ أرض جو وختيما رحيله على أديب عاصر الكتب ننتقل إلى صحيفة الحياة وبالعناوين السعودية ترد على مصادرة حزب الله لبنان بوقف مساعداتها العسكرية الإمارات والبحرين أيدتها سلام دعا لإعادة النظر الحريري وجعجة حملاء المسؤولية للحزب وهو تبرأ موسكو تشتكي تركيا إلى مجلس الأمن أنقرة تهدد بإغلاق قاعدة إنجرليك جماعة مقربة من الكردستاني تتبنى تفجير أنقرة دراما خلال قمة بركسل لحفظ ماء الوجه أسترليني ضحية عضوية بريطانيا في أوروبا وختيما مجلس الأمن يجدد تأكيده مرجعية المبادرة الخارجية من صحيفة الحياة إلى عنوين صحيفة المستقبل الرياض تعاقب دولة حزب الله لن نتخلى عن اللبنانيين سلام يؤكد الانتماء العربي الحريري يعول على الأخ الكبير وجمبلات على عطف المملكة والصورة العام نشوفها بصحيفة المستقبل والعنوان العريض الحريري في بكركي وطرابلوس وكليمانسو والصورة هنا التقطت تحديدا لحظة وصول الرئيس سعد الحريري إلى ترابلوس السعودية لتزويد المعارضة بصواريخ أرض جو الملك سلمان وبوتين يؤكدان رغبتهما في حل الأزمة السورية مناورات رعدي الشمال نقلة نوعية لمكافحة الإرهاب صندوق النقط ينتخب بالإجماع لغارد مديرة عامة لفترة ثانية وسطات سرية لاستعادة الفلوجة بلا قتال أما بالصفحات الداخلية بالمستقبل لليوم قبرص تحد لبنان على تسريع بات ملف النفط زايد يطمئن لن تطبق زيادة الرسوم الجمهورية على لبنان شهدان في القدس وضفة بعد محاولتين طعن ودهس وختيما الحكم إلى نهائي دبي ومواجهتان ثأريتان للرياضي وشانفيل من المستقبل إلى صحيفة الأنوار قرار سعودي بوقف المساعدات إلى لبنان تدعمه الإمارات والبحرين الحريري نحن على يقين بأن المملكة لن تتخلى عن الشعب اللبناني سقوط خطة ترحيل النفايات وحديث عن المطامر الجيش يوقف اشتباكا بين مسلحين في السعديات رفيق خوري عنوان مقالته لليوم تغيير قواعد اللعبة في الاتجاهين الطيران الأمريكي يشن غارات على داعش في ليبيا أولند خطر نشوب حرب بين تركيا وسوريا الجبيري يطلب تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات وختيما كتب البحلل السياسي لليوم في حضرة الكاردنال الراعي الاستحقاق الرئاسي الهاجس الدائم من الأنوار إلى صحيفة اللواء لبنان ينكشف عربيا السعودية توقف هبة المليارات الأربعة سلام يناشد الملك سلمان إعادة النظر الحرير يحمل حزب الله وبسين المسئولية والمشنوق لجلسة طارئة بوتين يشدد دعوته الملك سلمان إلى موسكو أكد ضرورة التسوية في سوريا وضمان أمن المنطقة تطويق إشكال السعديات بعد تدخل الجيش الأكراد ينتزعون الشدادي وواشنطن تستبعد وقفا للنار في سوريا الجبير لتزويد المعارضة صواريخ أرض جو وموسكو تشتكي أنقرة لمجلس الأمن لقاء فتح وحماس الاثنين لوضع الخطوات العملانية ثلاثة شهداء يدعمهم الاحتلال في القدس ورمالا وختيما متهم يروي قصة أسطورية عن مصير رون أراد أمام المحكمة العسكرية من صحيفة اللواء إلى صحيفة البلد والعنوان الرئيسي لليوم وقف الهبة السعودية ومراجعة للعلاقات مع لبنان اجتماعات دولية حول سوريا وتحذيرات من نشوب حرب أمريكا تقصف داعش في ليبيا وختيما تشينوك تعتذر وعقب للحكومة من صحيفة البلد إلى ترجمة لعنوين صحيفة The Daily Star لبنان يبحث قضية وقف الهبة السعودية الجيش الأمريكي يقتل أربعين في أخارة على مواقع داعش في ليبيا وختيما الحريري مقاطعة البرلمان خيانة من The Daily Star إلى ترجمة لعنوين صحيفة لوريون الجور من المستفيد من العقوبات السعودية مسيحي حلب وأزمة المدافن وختيما جعجع نستنتج أن إيران لا تريد عون رئيسا من لوريون الجور وصلنا إلى عنوين صحيفة الشرق وبالعنوين لليوم السعودية توقف مساعداتها للجيش اللبناني والأمن الداخلي ردا على مواقف حزب الله والوزير باسيل ريفي يحول المجرم السمحة إلى الجنائية الدولية شهيب يعيد أمانة النفايات إلى الحكومة وثلثاء يوم مفصلي أبو فعور مقبلون على كارثة سلام مكانة السعودية كبيرة ونتمنى إعادة النظر بالقرار الحريري كرامة المملكة من كرامة اللبنانيين الشرفاء المشنوق أول الغيث والآتي أعظم جعجع لوفد رسمي إلى المملكة وحميدي استقيله وبصحيفة الشرق متابعين مع العنوين بوتين يدعو الملك سلمان لزيارة موسكو حزب الله لا يريد عون رئيسا وختيما الحكمة إلى نهائي دبي من صحيفة الشرق مننتقل إلى عنوين صحيفة الشرق الأوسط هزة سياسية في لبنان بعد قرار السعودية مراجعة العلاقات الرياض توقف المساعدات العسكرية والإمارات والبحرين تؤيدانها مطالبات لبنانية باستقالة الحكومة وحزب الله يرفض تحمل المسؤولية الرئيس سليمين للشرق الأوسط جهات تعمل على الإضرار بمصالح لبنان في الخارج روسيا تنقل معركتها مع تركيا إلى مجلس الأمن موسكو تتهم الأسد بعرقلة الحل السلمي والمعارضة السورية تصريحات لا يصدقها الميدان غارة أمريكية تستهدف اجتماعاً لداعش في ليبيا المغرب يعتذر عن استضافة القمة العربية في أبريل وختيماً قانون هانت يهدد بهجرة الأطباء المبتدئين من بريطانيا جولتنا لليوم سنختمها مع صحيفة الجمهورية يلي عنوانت إلغاء الهبة السعودية يثير مخاوف الحريري سأبقى بينكم عنوان الصورة العام نشوفها وهي صورة فإذن لرئيس سعد الحريري أثناء تأديته صلاة الجمعة بطرابلو السمبيرح جعجع حين تبنت القوات الريهان هربوا هكذا باعوا المساد عظام رون أراد الوهمية الجبير لتزويد المعارضة صواريخ مضادة للطيران تحرك اللبناني لتدارك مضاعفات وقف الهبة السعودية ومخاوف على السحققات وختيماً بالجمهورية ثلاث انتصارات لبنانية والحكم قريب من لقب دبي جولتنا على صحف اليوم مستطل ختيما رح نتقفها لأمع بريك ومن بعد جولة ثقافية وفنية مع جوال تلكم معنا